السلام عليكم ورحمة الله انتشار مكسف لقوات ومعدات تابعة للجيش السوداني في شوارع الخرطون واشتباكات متواصلة بدأت صباح اليوم بين قوات من الجيش السوداني وقوات من الدعم السريع في أماكن متفرقة من العاصمة الخرطون وبحسب البيانات الصادرة عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلن مسؤول من الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع هجمت بعض قواته في أماكن متفرقة من العاصمة الخرطون وأن الجيش يرد على الهجوم فيما أعلن مسؤول من قوات الدعم السريع أن قواته تفاجأت بهجوم من الجيش على بعض المواقع الرئاسية التابعة له وبحسب الأخبار الوردة أنه تم تحريك مدرعات حربية تابعة للجيش من منطقة الشجرة جنوب الخرطون ونشرها في الطرق العامة وأن الاشتباكات بدأت بين الجيش وقوات الدعم السريع بقرب من بيت الضيافة في العاصمة الخرطون وفي محيط مطار الخرطون أما عن آخر المستجدات فإنه تم انتشار أريات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع داخل مطار الخرطون وسمع دوي انفجارات في محيط الخيادة العامة للجيش السوداني وبقرب من القصر الرئاسي وفي خبر عاجل أفادت بعض المواقع الإخبارية أن الاشتباكات انتقلت إلى داخل القصر الجمهوري وداخل مطار الخرطون ومطار مروي والأبيض بين الجيش وقوات الدعم السريع كما أعلن الجيش أن القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة التابع لقوات الدعم السريع وشهد الدخان يتصاعد من أحد المواقع التابعة لقوات الدعم السريع وأعلن الإعلام العسكري التابع للجيش أن قائد قوات الدعم السريع من ولاية النيل الأبيض يكون بتسليم معسكراته لقوات الجيش وطلب الجيش من الموطنين الإبتعادة عن الشوارع الرئاسية وعدم إيواء أي شخص من أفراد الدعم السريع كانت هذه كل المستجدات حتى هذه اللحظة نسأل الله أن يجنب السودان الفتن وأن تنتهي الأزمة في أسرع وقت على خير وأن يحفظ السودان وأهله آمين يا رب العالمين شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله